الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة السلام عليكم نفسي نعمان جواد أنا ولد نعمان تهامي المقاوم من الضربدة من الناس المؤسسين للمقاومة ديال الضربدة الواليد كانت عنده واحد القريمة هما وماربع ديال المقاومين هما خمساد المقاومين كانوا مشاركين في واحد القريمة مع الأسف في 2011 تعرض الواليد نضبعه هذيك القريمة ديال المركوب ديال المسافرين تعرض لواحد العمليات ديال النصب والحتيال من طرف هذا الشخص اللي اخداها هو أنه اعطاه واحد الشيك سرتيفي متقادم اللي هو ها هو كين عندنا الشيك هنا ايو متقادم بعام اعطاه الشيك سرتيفي متقادم بعام من بعد حاولنا حاولي التصل به في 2011 و 2012 حاولي التصل به حل معه المشكيل بقى هذك يمشي ويجيه إلى آخره توفى الواليد في 2014 توفى الواليد في 2014 نحن ديال الساعة بدينا في شكاية بدينا في الدعاوي لأن ديال السيد بغي ياخد القريمة كدعا أنه خلص الواليد وعطاه الفلوس اسباس يعني بدون وثقة كدعا أنه اعطاه الفلوس ممشينا المحكمة في التحقيق جاب شي شهود شهود مشاوه في حالهم لأنه ما كانوا ش حاضرين لأنها كانت مسألة الكذوب والتزوير فدرنا دعوة ديال إيغاء العقدات البيع والتحكمات ابتدائيا واستنافيا لصالحنا وبعدنا القريمة في 2016 ولا 2017 بعدنا القريمة بعد تفاجئنا أنه المحامي اللي كان كينو بعد الواليد في 2013 في الشيكاية الموضوع ديال هذا الشيك الموضوع اللي كان ديال الشيك اعطاه الشيك الخصم في 2016 وبدون خبار بدون بأي سانة دعية هذا ادعا أنه ميدرنات ضد الشيكاية ادعا أنه الواليد عايت ليه وقال ليه يعطيه الشيك الخصم قالوا لكم ما كانش خباره أنه الواليد توفى بعامين من قبل مع الأسف بقين احنا كنطلعونها بطول المحاكم إلى آخره اليوم كنطلقاوا أنه السيد ولا كيقول أنني خلصت الشيك عندي وهذاك المحامي كنديروا به الشيكاية الشيكاية كيدروا للحفظ كيدوزوا للحفظ لأنه محامي والمحامي اللي معاه في الهيئة ما كيقدروش يديروا الشيكاية ضدوا لي أنه كيخافوا ما كيبغوش يتحاشموا ما كيبغوش يتعرضوا مع الهيئة ديالهم هو المهم مع الأسف اللي هنا وقعنا فيه هو هذا أنه هذاك سيد اليوم واللي كيدعاء أنه خلص لأنه شيد الشيك والمحامي عطاه الشيك في 2016 وكيدعاء أن الواليد عايت ليه من القبر عايت ليه قال لي اعطيه الشيك للخصم لأنه تخلص واللي كان طلبوه اليوم اللي جينا بهذا الشيكاية أنه كان طلبوه من السلطة المحلية من نيابة العامة تاخد القرار لهذاك الشخص مش هل الشخص الجوج للمحامي ولا هذاك السيد الخصم لأن هذاك الخصم أولا عنده صوابق عدلية في عدد ديال المشاكل عنده الحبس عنده هذا وكيدعاء أنه كيخلص وما بغاش يخلصنا عندنا تشجيل دياله في الموضوع وكيقول لك والله لاخدي توريال وما عرفناش لمن تتاجه لمن غادي ينتاجه اليوم وعنا كنت طلبوه من السلطة المحلية ومن نيابة العامة تاخد قرار تشوف هاد الميل تاخد فيه قرار ما يبقاش ما يبقاش يتلاعب احنا راستة وربعين واريد اليوم استة وربعين واريد في هذيك 53 مليون واللي هي واللي هي والتي تقل علينا الضرائب دياله كل شي علينا اليوم كل شي هذيك المشاكل كل علينا احنا وحنا ما كنا اخدوش لان القريبة متقفق واقفق ما هتقدرش يخدمين نزاع وكنت طلبهم الله ونطلبهم سيدنا يوقف معنا ويشوف بحالنا احنا راونا دي المقاومين احنا راونا دينا وما اللي يضحوا على البلاد الناس اللي يخلا واللي ما استفدوش ما ارضهش يستفدو ماش يستفدو ما ارضهش يستفدو لعدد ديالي المسائل ونطلبهم الله نطلبهم الله يشوف من حالنا تحناير احنا تكرفصنا في هذه البيعة والشريعة تكرفصنا بالمعقول والله يجازيكم بخير وشكرا